عندك غيابات كثيرة جداً لمنتخبنا الوطني عمر كمال مش هيكون موجود في المباراة اللي جاية عندك حجازي عندك الشناوي عندك مجموعة اللاعبين نزول محمد شريف وخروجه أنا الحقيقة مش فهمه ولكن احنا هنعدي كل هذه الأمور على الرغم من أنا ماينفعش هل ينفع أن أنا نزل لعيب وبعد خمس دقايق في الشيط الإضافي أطلعه حاجة غريبة جداً أنا دي علامة استفهام كبيرة على كارلوس كيروش يعني لو أنت يا أخي مش مقتنع بمحمد شريف سيبه لو مش مقتنع بمحمد شريف سيبه هوقفش موجود مع النادي الأهلي مثلاً لكن لو أنت مش مقتنع بمحمد شريف ما فيش مشكلة أن أنت تسيبه إذا كنت شايف فنياً أنه هو يستحق أنه يلعب الخمس دقايق دقايق ويطلع ماشي أنت حر ولكن عايزين نفهم الفلسفة أتمنى يا شباب لو التصريحات ما بعد المباراة واتكلم عنها عن هذا الموضوع كارلوس كيروش لأنه طبعاً طبعاً حيسأل في هذا الأمر والصورة دي بالنسبالي هي اللي خليتنا أن إحنا هنفوز وطبعاً مصطفى محمد وعمر كمال وبقية اللاعبين كلهم ومحمود علاء أنا كلعيب لما أطالع محمد شريف عشان بلده وعشان خاطر بيحب بلده وفضل مسك نفسه فأنا كلعيب بابقى متضايق جداً أنت تنزلني خمس دقايق وتطلعني ولكن مين أول واحد استقبل محمد شريف محمود علاء لعب نجم نادي الزمالك خده في حضنه وقال لعد مصطفى محمد نجم نادي الزمالك ونجم نادي جرطة سراي اللي بيلعب مكانه وبيبوس دماغه وبيقول له بحلش عديها إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ولكنها بالنسبة لي أنا عارف إن فيه ناس كتيرة حتى انتقدني فيه عز الفرحة يا عم إسلام وبتاع بتتكلم يا جماعة لازم نقول برضو إن فيه علامة استفامة عن الأمر ده لازم أقول هذا الكلام أنا ما فهمتوش فنياً الحقيقة أنا ما فهمتوش يعني كان ممكن جداً فاضل دقتين عايزة نزل زيزو عشان نشوت ضربات جزاء حلو جداً نزله ما كان واحد مش هيشوت يعني ما كان أي حد مش هيشوت لكن ما عرفش أنا أتمنى وأكيد لأن ده أمر فني في المباراة فأكيد حيسأل عنه كارلوس كيروش وأتمنى إن هو يجيب عنه وإحنا لو أجاب عنه إجابة مقنعة تعظيم سلام يا سيدي إحنا مش هلقدر نعمل حاجة غير إن إحنا تعظيم سلام خلال الفترة اللي جاية لإنه يستحق الحقيقة بعد اللي عمله في مباراة كودفوار وبعد اللي عمله في مباراة المغرب وبعد اللي عمله في مباراة النهارده لا كارلوس كيروشي استحق التحية كارلوس كيروشي استحق التحية هايل 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 ولكن هي دي نقطة بس والله والله مع شام محمد شريف لعب النادي الاهلي والله العظيم تلاتة لو كان اي لعب تاني نزلته وطلعته بيلعب في نادي اي نادي اخر والله العظيم تلاتة كنت حقول نفس الكلام ولكن حاجة غريبة جدا بالنسبة لي انت تطلع واتدخل لعب في خمس دقائق